موسيقى كوريا الشمالية تصاعد تهديداتها وترامب يتوعدها بنيران وغضب لم يشهدهما العالم موسيقى طواريخ النظام السوري تواصل استهداف مناطق الغوطة الشرقية موسيقى والعمليات ضد داعش تدخل عامها الرابع والبنتاجون على قناعة بحتمية هزيمة الإرهابيين موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها مع تهديدات بيونج يانج الجديدة إذ علنت كوريا الشمالية يوم الأربعاء أنها تبحث استهداف مناطق قرب المنشآت العسكرية الاستراتيجية الأمريكية في جزيرة جوام في المحيط الهادئ بصواريخ باليستية متوسطة المدى بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ويهتي التهديد بعد أيام على فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تطوير ترسانتها النووية بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية بالنار والغضب على حد تعبيره في حال استمرت في تهديد الولايات المتحدة على خلفية تطوير ترسانتها النووية وأضف ترامب أن من الأفضل لكوريا الشمالية أن لا تطلق مزيد من التهديدات ضد الولايات المتحدة وأكد أنه سيواجه كوريا الشمالية بالنار والغضب بشكل لم يعرفه العالم سابقا إلى سوريا حيث واصلت قوات النظام أمس قصفها عدة مناطق في الغوطة الشرقية مقعة مزيدا من القتل والجرحة فيما سيطر الجيش السوري الحر على مواقع جبهة تحرير الشام في الغوطة الشرقية وبحسب المرصد السوري فقد طال قصف النظام مناطق في أطراف بلدة حوش الظواهرة في منطقة المرج الواقعة في الغوطة الشرقية كما قصفت قوات نظام بقذيفة منطقة في مدينة ثقبة ما تسبب بأضرار مادية شهدت مدينة عربين انتفاضة شعبية غير مسبوقة للمطالبة بخروج جبهة النصرة ورحيلها خارج الغوطة بعدما أصبحت خنجرا في ظهر الثورة بحسب وصفهم وشهدت المظاهرة حماية من جيش الحر خوفا من الاعتداء عليها من قبل أفراد النصرة خرجت الآن مظاهرة في عربين بعد صلاة العصر اليوم تطالب بخروج جبهة النصرة من عربين ومن الغوطة الشرقية وتطالب بخروج كل الغرباء الموجودين في عربين هذا مطلب شرعي من كل أهالي عربين لا نريد أكثر من فصيل واحد في الغوطة الشرقية لا نريد اختتال أكثر من ذلك لا نريد هدر دم أكثر من ذلك نحن اليوم مدينة عربين بالغوطة الشرقية أطلعنا بمظاهرة لنندد بوجود بعض عناصر جبهة النصرة في مدينة عربين اللي دعا النظام بارح انه جبت انه سيطرت على مدينة العربية بالكامل نحن منفيها الكلام ونقول نحن انه في بعض العناصر اللي موجودة عنا بمدينة العربية ومثل ما شايفين هلأ شعب العربية كله طالع عم يندد وينادي بخروج هؤلاء الذين موجودين عنا بالبلد يعني يحتل تنظيم داعش منطقة حوض اليرموك في ريف درعة التي تعد من اغنى المناطق بثروة المائية ومصبا للسيول والانهار كافة في الجنوب السوري احتلال هذا الحوض واستغلال داعش لخيراته اوقف ضخ المياه لقرى الجنوب واجبر المجالس المحلية والاهالي على حفر الاف الابار التي اسهمت بخفض منسوب المياه الجوفية في جنوب البلاد عبدالحي الاحمد والتفاصيل في التقرير التالي تتدفق هذه المياه من منابعها في الهضاب والجبال المحيطة بسهل حوران عبر ست اودية كانت تغذش التلبقاء الجغرافية لدرعة والقنيترة تخزن التجمعات المائية في عدد من السدود التي شيدت سابقا بهدف الرأي والزراعة وينتهي مجرها ضمن ما يسمى حوض اليرموك لتبلغ منتهاء في سد الوحدة على الحدود السورية الاردنية ليتم ضخها مجددا إلى عشرات القرى والبلدات عبر محطات آلية في منطقة الأشعر المتاخمة لمناطق احتلال تنظيم داعش 75% من محافظة درعة وريفها كانت تتغذى على خط مياه شروع مياه الأشعرين أي ما يقارب 600 ألف نسمة كانوا يشربون من هذا الخط فتم توقف هذا الخط بسبب المعارك الدائرة في المنبع مما اضطر المجالس المحلية والأهالي لحفر آبار عشوائية كثيرة جدا أي السن الماضي بما يقارب 3000 بئر لم يكن اختيار داعش لأماكن احتلاله أقصى الجنوب السوري أمرا عبثيا فتواجد مقاتله هنا مكنه من التحكم نوعا ما بالثروة المائية مما انعكس سلبا على الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحري وقوات النظام على حد سواء هذا المشروع يضخ إلى محطة موجودة بجانب الطريق العامة بين نواء والسيل هذه المحطة تضخ الماء إلى سفح التل الجموع ومنها بالإسالة إلى نواء توقف هذا المشروع عن العمل بتاريخ 21-02-2017 وذلك بسبب الحرب التي ما زالت دائرة بين المنطقة وبين ما يسمى داعش وقد استعادت المجالس المحلية عن ذلك بالحفر الجائر لآلاف الآبار الارتوازية التي تهدد منسوب المياه الجوفية بالنفاذ على مدى السنوات القليلة القادمة إن احتلال مصب المياه الرئيسي في حوران وعدم القدرة على الاستفادة بشكل كامل من مخزون المنطقة الاستراتيجي يتعدى خطره حد الاستنزاف فتأثير ذلك يمتد إلى قطاع الزراعة الذي تراجع بشكل مرعب خلال الأعوام الثلاث السابقة إلى العراق حيث صرح مصدر في الجيش أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي وصلت إلى أطراف قضاء تلعفر في محافظة نينوة استعدان لتحريرها من احتلال داعش الإرهابي وفي سياق متصل أفاد مصدر بالفرقة ذاتها أن قصفاً للمبنى التحتية للبنى التحتية لعناصر تنظيم داعش بدأ من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي تمهيداً لاقتحام القضاء قبل ثلاثة عوام بدأ التحالف الدولي المؤلف من 69 دولة عملياته ضد تنظيم داعش بداية من العراق ولاحقاً في سوريا وأسهم بشكل كبير في تحرير 70% من المناطق التي كانت تنظيم يحتلها في العراق و50% من المناطق في سوريا التفاصيل في تقرير الزميل عطاء الدباغ في مثل هذا اليوم وتحديداً في الثامن من آب أغسطس سنة 2014 انطلق الطائرة F-18 أمريكيتين لتلقي أولى ذخيرتهم على مواقع تنظيم داعش قرب أربيل شمال العراق في إشارة إلى بدء الحملات الجوية المكثفة لمحاربة المتطرفين في العراق وسوريا وبعد خطاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثلاث سنوات مضت تراجع فيها نفوذ التنظيم وخسر مكان يحتله عندما خرج سنة 2014 فلقي هزيمة في شمال حلب ضمن عملية درع الفرات وخسر عاصمته في العراق مدينة الموصل ضمن عملية قدمون يانينوى والآن بدأ يفقد معقله في سوريا مدينة الرقة ضمن عملية غضب الفرات ثلاث سنوات على بدء حملة التحالف الدولي الذي يضم 69 دولة تم خلالها استعادة 70% من المناطق التي كانت تحت احتلال داعش في العراق و50% من المناطق التي احتلها التنظيم في سوريا وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وعقب 1095 يوما من القتال المتواصل أعلن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أن التحالف شن أكثر من 23 ألف غارة على العراق وسوريا بتكلفة يومية بلغت 13 مليون و600 ألف دولار تكلفة باهظة يراها البعض لكنها ضرورية للتخلص من أكثر التنظيمات المتشدتة إجراما ناهيك عن ضربات التحالف الدولي الناجعة بحسب وصف خبراء عسكريين التي قضت على أبرز القادة في صفوف داعش وبرأي الخبراء فإن عاما آخر فقط كفيل بأن يطوي صفحة داعش في العراق وسوريا نهائيا وينهي مأساة شعبين تعرضا لأبشع الجرائم المرتكبة بحق البشرية بدأت الحياة تعود مجددا يوما بعد آخر إلى مدينة الموصل القديمة التي أعلن منها داعش دولة خلافته المزعومة هذه المدينة تنفض يوميا بجهود محلية وشعبية غبارة هذا التنظيم الذي احتلها لنحو ثلاث سنوات قبل أن تتمكن القوات العراقية من إنهاء هذا الاحتلال بوقت قياسي مرسل أخبار الآن ويسام يوسف كان هناك وطلع على عمليات رفع الأنقاض ثم عاد لنا بالتقرير التالي ماء تحررت الموصل من احتلال داعش الذي ابتد لنحو ثلاث سنوات حتى بدأت هذه المدينة تنفض غبار هذا التنظيم بكل جرائمه وأفكاره الإرهابية وفي الجزء الغربي من المدينة تواصل فرق البلدية التابعة لحكومة نينوى رفع الأنقاض التي خلفتها عمليات التحرير لكن العمل شاق هنا إذ أن جهودا كبيرة تحتاجها عمليات إزالة مئات الأطنان من الأنقاض والمباني التي دمرت بفعل المواجهات المسلحة لا سيما الموصل القديمة بعد أن أعلنت القوات الأمنية وقادة عمقات المسلحة تحرير مدينة الموصل بدأت حملة كبرى لبلدية الموصل وتشكيلات وزارة الإعمال والإسكان في الساحل الأيمن نحن منذ اليوم الأول لإعمال التحرير كانت كوادرنا جنب إلى جنب القوات الأمنية نسبة الدمار في الساحل الأيمن تجاوزت تراوحت بين 90 إلى بعض المناطق 100 وفي بعض المناطق 80 حسب حجم المعركة أصابت داعش اعتمدت ستراتيجية تدمير المدينة مع انتهاء فلولهم الأخيرة الخطوة الأولى والأهم في عمليات إعادة الحياة إلى الجزء الغربي من الموصل تتمثل بفتح الطرق والشوارع التي تتراكم الأنقاض والنفايات فيها إضافة إلى إصلاح الثغرات الكبيرة التي تتوسط شوارع المدينة إن شاء الله خلال فترة المحددة وهي الموضوع متبقية 60 يوم نحن سنحاول اقتصار الجهدي لأقل من ذلك أن نستطيع عودة النازحين وعادة الحياة مثل ما بدأت مرحلة الإعمار في الساحل الأيسر بعد انتهاء أعمال استقرار ورفع مخلفات داعش ستبدأ مرحلة الإعمار في الساحل الأيمن الساحل الأيمن هناك لدينا خطة كبلدية الموصل لأن يكون أفضل مما كان عليه قبل دخول أصابات داعش الحكومة العراقية من جانبها تحاول توفير بعض الآليات لغرض مساعدة بلدية الموصل في أعمال التنظيف حيث لم تعد هناك معدات أو آليات صالحة للعمل بعد أن أقدم مقاتل داعش على تفخيخها وتفجير المئات منها في محاولة منه لصد تقدم القوات العراقية المشتركة والبلدية حالياً أنجزت أكثر من نسبته في الجانب الأيمن 60% من الجانب الأيمن وبالتعاون مع حقيقة البلدية متعلقة أعمالها بالدوائر الخدمية الأخرى مثلاً دوائر الماء والمجاري والكهرباء هذا يتطلب تصليح النابيب ومعالجتها وتأهيلها ليتسنى للبلدية إكمال ودفن الشوارع وتبليطها وبحسب ما تؤكد معظم المنظمات الإنسانية والمؤسسات الحكومية فإن إزالة آثار التدمير التي خلفتها الحرب على داعش في الموصل خاصة بجزئها الغربي تتطلب مشاركة دولية أيضاً نظراً للإمكانات المحدودة المتوفرة لدى السلطات الحكومية وفي وقت يتطلع مئات الآلاف من الموصليين إلى مغادرة مخيمات النزوح والعودة مجدداً إلى ديارهم لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعود بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشأن اليمني قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكراً جنوب العاصمة الصنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تحليق مكثف ومنخفض في سماء العاصمة اليمنية صنعاء وقالت مصادر علامية إن طائرات قوات التحالف قصفت معسكراً ريمة حميد التابع للرئيس المخلوع الصالح في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية كريستوفر لوغان إن بلاده لا تخطط لقصف مواقع لتنظيم داعش في أراضي الفلبين لأن سلطات البلاد لم تطلب ذلك وأضاف لوغان أن الفلبين لم تطلب والولايات المتحدة لا تخطط لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار في الفلبين مشدداً على أن الولايات المتحدة تحترم السيادة الفلبين ولا تجري أي عمليات أحدية الجانب على أراضيها قصة أمن لبطلة تجاوزت السبعين من عمرها وشقت طريقها نحو البطولات العالمية في السباحة بعد التقاعد نجوة غراب التي حصلت على سبع ميداليات عالمية وفي طريقها لتحقيق الثامنة في بطولة المجر القادمة تروي قصتها من القاهرة مع الزميل رمضان المطعنين واثقة الخطوة ممشوقة القوام ترتدي نظارتها السوداء التي لم تستطع أن تحجب رؤيتها تجاه بطولاتها العالمية بطولة أنجزتها في سن يعتبره البعض نهاية العطاء فاطمة غراب صاحبة الأربعة وسبعين عاما سباحة مصرية بطابع عالمية بعد ما خاركت على المعاشي ما ينفعش أن الواحدة تفضل قادة والبني قادم يعد يحط يده على خده وينتظر القدر القدر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما حدش فيه أنه هو يتحكم ولا يبقى يائس فيه لا ربنا بيجينا الحياة ليه على الرغم من أنها قاربت الثمانين من عمرها إلا أنها ما زالت تحرص على التمرنات الشاقة القوية فتتمرن لمدة ساعتين يوميا حتى تحافظ على صحتها ولياقتها وخاضت أول بطولة للعالم عام 2010 أنا عندي سبع ميداليات عالمية منهم اتنين البرونزية في روسيا 2015 أنا بتدرب حضرتك يعني تقريباً كيلو نص خمس تيام في الأسبوع عملها كده مع سيني ده وبعدين بديها وبالثانية بلاش بدي إيقى بقى بلسانية إيقى رأيك بقى إن أنا راح أقابل بطلات عالم هي جدة لأربعة أحفاد والتحقت بفريق الرواد بناديه اليوبلس وخاضت مع الفريق العديد من المصابقات الدولية ونافست كبار السباحات في العالم أنا مش بدي بس بدي مثل يعني إيجابي لأولادي وأحفادي لا أنا بدي مثل إيجابي للكل نجوة من عائلة لها باع رياضية فأبيها الضابط بطل أولمبي في رياضة الفروسية أراد لبناته أن يصبحن رياضيات يتمتعن بلياقة عالية وينافسن في بطولات مختلفة أنا بعم من عمري أربع سنين وكان أبو والدي والدتي ورانا على طول في البطولات وسعيد وسعيد وبيشجعنا وده اللي خلاني حضراتكم مستمرة لغاية دلوقتي إيه اللي خلاني مستمرة يعني هي الفكر الثاري الثاري مش الثاري بالمادة لا الثاري بالفكر كانت دائما ما تهاب منافسة السباحات الأمريكيات ولكن بعد انتصارها عليهم بأخذ خمس ميدليات منهم في بطولة العالم 2015 تحول خوفها منهم لقوة تلحت الثانية على قارة أمريكا كلها الأمريكيات كانوا مش مسادقين ولا أنا كمان بصراحة الغد الوقت مش عارفة عملتها فكان يوم جميل رائع أثبت فيه نفسيا أني أنا أقدر أعف كمان قدام الأمريكان والهم أبطال وبطلات رياضة السباحة في العالم كله رسالة أمل للحياة تبعث بها صاحبة الأربعة وسبعين عاما التي قهرت سنها ولا زالت تشد أحزمتها دل رحيل إلى المجر لتسجل رقما آخر يضاف إلى سجلاتها شعرها الأبيض وعلامات الزمن لم تزدها إلا إصرارا امرأة لا تعرف المستحيل وتحيا من أجل حلمها فعزيمتها وإصرارها المصنوعين من الفلاذ جعلها امرأة تسبح ضد طيار عمرها لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة وفي لبنان أيضا قصة أمل وتحدي في وجه السرطان هذه المرة نتابع هنا شريف قايس يطلب يد حبيبته وهنا يحلق في سماء كندا خلال رحلة التعافي كما كان يأمل دائما خلال رحلة العلاج وما كان لي يتأمل بصفحة جديدة في حياته لو لا الضحقة التي اتخذها دواءه الأساس ولولا إخضاع روحه لعلاج بالثقة والأمل فيما يخضع جسده لعلاج مكثف من سرطان الدم كان في خيار كبير يجب أن يأخذه كيف يحارب هذا المرض هل يكون ضعيف أو يكون قوي فقررت أول شيء أنه يكون دائما ضحوك تكون روح دائما مرحة بالمرض يجب أن إنسان يتأقلم مع الوضع الجديد اللي ممكن هو يواجهه أول طريقة تأقلمت فيها دغري جبت شبوغ حلقة شعري على الآخر ما خليه سرطان هو يستمتع بهاللحظة أنه هو عم يهرل شعراته كنت شوف ردي تتفعل الناس بس يتطلعوا فيه أنه الشخص كيف هو قوي كيف هو ضحوك كل الوقت كان هذا الشيء كتير يريحنا بيعطيني قوة معنوية قوية كتير كرمال حارب لمرض وكرمال أربحه لأنه كنت بعرف من الأول أول مصار أنه هذا المرض إذا بنربحه بتكون معنوياتنا كتير عالة بالمعنويات العالية وبمساندة الأقارب والأصدقاء مع العناية الإلهية جاء الانتصار بعد ثمانية أشهر ولو أن التعقيدات لم تفارق رحلة العلاج وجعلته في مواجهة الموت لأكثر من مرتين شو قيمتنا أو شو غنانا نحنا إذا ما منروح منوصل لغيرنا التجربة اللي نحن عاشناها مش كرمال نزعالهم أو ندبرهم كرمال نقويهم كرمال نقللهم لايكوا أوكي قطانا نحنا بكل هالشي بس هيا الأمل بعده موجود هون هيا بعدنا قوية بعدنا عم نضحك بعده مستقبلنا كله قدامنا تجارب تلو الأخرى عرفها شريف ما بين 2015 و2016 وصولا إلى عملية زرع نقي العظم كلها مترجمة في كتاب بات مصدر أمل للكثيرين أكثر ناس بيتأثروا فيه وأنا حسيتها ولاحظت هن الناس اللي عم بيعانوا بحياتهم أو الناس اللي كانوا عم بيعانوا أو الناس اللي هلأ عم بيطبروا شي جديد مشكلة أو نوع معين من الأزمات بيجوا عندي بيقولولي كتابك عن جد اعطانا قوة كل ما نحنا نمرق بصغلة صعبة من نشوفها الكتاب منقول لك هالشخص مرقب أصعب وأصعب وضلوا عم بيضحك وضلوا قوي وخلانا نصير قوية معه لا ما نكون مثله ينقل شريف قايس كل هذا التغيير الإيجابي في شخصه عبر رسائل دعم في صفحة على فيسبوك وأيضا ضمن جمعية ريفايف التي أطلقها حديثا وهو ينضي قدما في حياته والتجربة لازم توصل فعم جري بوصلها بكل الطرق الممكنة إن كان على التلفزيون إن كان عبر الكتاب إن كان عبر وجودة مع الأشخاص مباشرة أو إن كان على الراديو بشتى وسائل الممكنة وأسسنا أنا مش من زمان جمعية أنا وخمس مرضى سرطان غيري صحوا حابين كتير نساعد فيها أشخاص عم يقطعوا هلأ بهالمحنين أوهيهم معنويا وهي أنا هلأ كمان خطبت عن جديد كمان خطبت الوراء اللي وقفت حدي كل هالوقت بسلاح الأمل واجه شريف قايس خبثة السرطان وبقوة الكلمة يعيد نشر الثقة والأمل إلى النفوس المحتاجة لها لأخبار الآن تريسابي عنطون لبنان نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير رجال الشرق الأوسط مهددون بالاكتئاب بسبب العنف أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها واتساب ينسخ إحدى مزايا فيسبوك أضاف تطبيق واتساب طريقة جديدة متوفرة في فيسبوك ألا وهي كتابة المنشورات ضمن خلفيات ملونة وأصبحت الميزة الجديدة متوفرة لدى بعض مستخدمي واتساب على أندرويد من خلال نسخة تجربية جديدة ما يشير إلى أنها ستصبح متوفرة قريبا لدى جميع المستخدمين ونطالع مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية أبل ووتش الجديدة تجري مكالمات دون آيفون تتأهب شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من ساعاتها الذكية أبل ووتش نهاية العام الجاري بميزة إجراء مكالمات هاتفية بشكل مستقل دون الحاجة إلى الاختران والارتباط بهاتف آيفون نظرا لدعمها تقنيات الجيل الرابع LTE واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية طائرة تهبط على شاطئ مزدحم وتتسبب بقتل رجل وفتاة اضطر طيار وتلميذ متدربان إلى الهبوط على الشاطئ في البرتغال بعدما أصدر برج المراقبة تحذيرا للطيار وسبب هذا الهبوط المفاجئ بقتل فتاة في الثامنة من العمر ورجل يبلغ السادس والخمسين كان على الشاطئ مشاهدين وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نفوق تشان تيك إنسان الغابة أعلنت حديقة حيوان أتلنتا نفوق إنسان الغابة تشان تيك الذي كان من بين أوائل القرود التي تتعلم لغة الإشارة عن عمر نهز تسعة وثلاثين عام وأوضحت الحديقة أن تشان تيك كان يعالج من مرض في القلب وسيحدد تشريح جثة سبب الوفاة ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية نهاية العالم الشهر المقبل بسبب استيدام الأرض بكوكب غامض حذر عالم أرض من إمكانية استيدام الكوكب الغامض ني بيرو بالأرض وفقا لنظرياته فإن كسوف الشمس الذي سيحدث الشهر الجاري يشير إلى أن هذا الكوكب على وشك أن يصطدم بكوكبنا في حلول يوم الثالث والعشرين من الشهر المقبل نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا ذكر باحثون أن عدد ضحايا الانتحار وجرائم القتل تشهد زيادة سريعة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة ما يوجد جيلا ضائعا وخصوصا من الرجال وبلغ عدد ضحايا عمليات الانتحار وجرائم القتل والتعديات الجنسية والحروب نحو 21 ألف قتيل في عام 2015 في منطقة الشرق الأوسط فقط التقرير التالي والتفاصيل حروب أهلية جرائم قتل وانتحار هذا ما آل عليه حال الشرق الأوسط ففي المنطقة التي تأوي ستمائة مليون نسمة بلغ عدد ضحايا الحروب إلى 144 ألف قتيل بحسب ما أفادت به متحدثة باسم جامعة واشنطن التي أصدرت 15 دراسة نشرت في المجالة الدولية للصحة العامة وتخطى تزايد عمليات الانتحار وأعمال العنف بين الأشخاص في الشرق الأوسط بفارق كبير نسبة تزايدها في باقي أنحاء العالم خلال ربع القرن الأخير كما رصد الباحثون زيادة كبيرة في حالة الإصابات بالأمراض النفسية والعقلية في منطقة الشرق الأوسط بينها القلق والكآبة والإضطرابات الثنائية القطب وانفصام الشخصية من ناحية أخرى فهناك نقص شديد في أعداد المتخصصين من بينهم المرشدون والأطباء النفسيون والاختصاصيون في الأمراض النفسية وأشارت الدراسة إلى أنه في دول مثل ليبيا والسودان واليمن فإنه لكل مئة ألف شخص يوجد 0.5 طبيب نفسي وبالمقالنة فإن هذا العدد يرتفع في الدول الأوروبية إلى ما بين 49 طبيب نفسي لكل مئة ألف مواطن في أخبارنا الرياضية توجى ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوفر الأوروبي لكرة الغدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف وحصد الريال اللقب للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي بعد أن نال اللقب ثلاث مرات من قبل يدرس النجم البرازيلي نمار التقدم بشكوى رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد ناديه السابق برشلونة بسبب مكافأة التجديد التي رفض النادي دفعها ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن مصادر إسبانية مقربة منه اللاعب أن نمار يشعر بالحزن بسبب عدم دفع هذه المكافأة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين كوريا الشمالية تصاعد تهديدها وترامب يتوعدها بنيران وغضب لم يشهدهما العالم صواريخ النظام السوري تواصل استهداف مناطق الغوطة الشرقية والعمليات ضد داعش تدخل عامها الرابع والبنتاجون على قناعة بحتمية هزيمة الإرهابيين بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر وممكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر بذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد أقل من نصف ساعة في مجازة الأنباء كونو مال اشتركوا في القناة